لا وجود لسياسة التقشف في الجزائر والحاصل ترشيد للنفقات ليس إلا القطاعات الاستراتيجية غير معنية بالتقشف عبارات سمعناها وقرأناها قابلت تصريحات رسمية مناقضة ظهر أثرها في الواقع بإصدار قرارات وزارية ترغي مشاريع وتخفض ميزانيات لا يوجد سياسة لا يوجد سياسة تشهد نفقات هذه حقيقة رغم مرور أزيد من سنتين على دخول الجزائر منعرج أزمة مالية خانقة إلا أن حكومات سلال المتعاقبة لم تجد سبيلا لتشخيص الأزمة ولا حتى كيفية التعاطي معها باستثناء تجديد الخناق على البساطة نحن نطلب من المواطن تحمل تبعات التقشف من خلال زيادة الفواطير من خلال الكعرباء زيادة الوقود زيادة كثير من الأسعار للسلع والخدمات لكن بالمقابل نشوف مثلا ما رجلت لي رأي تمشي سنويا وطيرة الإنفاق الحالية والإصراف في نفقات غير مجدية تعكسها الأخرى التصريحات الرسمية التي منشئنها أن تبخر ما تبقى من احتياطات وتدفع الحكومة لمزيد من إجراءات شد الحزام سيرغم المواطن على تجرعها كالمعتاد وهمش المناورة بالنسبة للحكومة اللي راح يضمنوا هذه الاحتياطة الصرف رأي تقلص من يوم إلى آخر وبالتالي المطلوب من هذه الحكومة أنها تسريع قدر الإمكان في تطوير هذه القطاعات ولا أدري إذا كانت ستلحق قاملة رغم تدار بتصريحات عضاء الجهاز التنفيذي المتراوحة بين التهوين والتهويل إلا أنها أجمعت على استثناء القطاعات الاستراتيجية من إجراءات شد الحزام بعكس ما هو حاصل بعد أن زحف التقشف على الجميع في انتظار الأسوأ بقادم الشهور والسنوات